أهلا بكم ومشاهدين لا شك بأن الأطراف السياسية حين تتيقن أن المعادلة السياسية تباتت عند من كان ذا حراك سياسي قادر على التغيير ضمن المعترك السياسي فإنها ستذهب باتجاه ذلك الطرف بعد أن تجد أنه قادر على أن يقود العملية السياسية ما يمكن تغييرهم لذا يجد المراقبون اليوم أطرافا سياسية تجدد تمسكها بالذهاب نحو الإطار الشيعي الذي وجد عنده مفاهيم السياسة الكفاءة في مسكي زمام الأمور للمشهد السياسي الذي يستدعي الحكمة في القرارات السياسية والمضي برؤى وخطط استراتيجية تلبي طموح الشارع العراقي الذي يأمل بتغيير ملموس للعملية السياسية بعد طول انتظار لمخرجات الأزمة الراهنة والتي على ما يبدو ستحل قريبا بعد هذا التقارب المبني على أساس الثقة بمقدرات الإطار الشيعي من قبل قادة القوى السياسية الأخرى إذا المشاهدين في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه التدعيات مع ضيوفنا الأكارم بعد فاصل قصير تفضلوا ببقاء معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد مشاهدين وأرحب بضيوفي في هذه الساعة الأستاذ مرتضى التميمي الكاتب والصحفي أهلا بكم أستاذ مرتضى أيضا معنا دكتور محمود الحاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات مرحبا بك دكتور أرحب بحضرتك وأبناء معانجة الفتور هو سمة المشهد السياسي الحالي كنا ننتظر من القوى السياسية المتصارعة نتحدث عن القوى الرئيسة أن يكون هناك حراك مكثب فيما بينها تفاديا لنفاذ الوقت في وقت المدد الدستورية لكن عاود الفتور مرة أخرى من القوى السياسية نتحدث عن الأكراد ونتحدث عن القوى الشعية فيما بينها كيف يمكن قراءة المشهد بسرعة عامة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم برنامجكم المنقر ومشاهدكم صيفكم الكريم سيدتي المشهد السياسي إذا الآن يبني عرضه أمام المشاهد ربما هو المشاهد قاريا لكننا نقول هل أن الانسداد السياسي هو سمة عراقية أم عالمية يبدو أن دورة الحياة السياسية في العالم أو هكذا صنعتها الإرادات الدولية أن أغلب دول العالم يجب أن يمروا بالانسداد السياسي ما السبب كي تضطر دول العالم الثالث أن تذهب للإرادات الدولية لصناعة الحكومات لها مثلا بالعراق بلاس خارت هي التي هيجت تظاهرات تشريم وصعدت بالتوك تيك وأدارت ما أدارت وهي جزء من المشروع المخطط الكبير بعدها قالت حكومة عادل عبد المهدي ضمن البرنامج بعدها مجي حكومة عادل عبد الكاظمي ضمن البرنامج تغيير قانون الانتخابات ضمن البرنامج هذا كل يمشي ضمن البرنامج نتائج الانتخابات ضمن البرنامج جاءت نتائج الانتخابات بالشكل الذي لا تستطيع فيه أن تكون الغلبة لأي كتلة سياسية هل هذه النتائج مصنوعة؟ لو لم تكن مصنوعة لما تظاهر الإطار على مدى أشهر ورابطة عند المنطقة الخضراء إذن عند شكوك وطعون بنتائج الانتخابات جاءت نتائج الانتخابات له من كل كتلة سياسية أن تحصل على الخمسين زائداً واحد لا بد أن تأتلف هنا بدأت المشكلة أنك استطعت أن تؤثر على البيت الكردي وتأخذ منهم الاتحاد الوطني وتؤثر على البيت الشيعي وتأخذ من عندهم التيارة هذا الانقسام هو انقسام إرادات خارجية تدخلت به وصنعته بهذا الشكل بقية هل ترك العقول طبقة السياسيين العراقية على أن تدرك أن هذا مخطط كما قال السيد المالك على قناة الشرقية قال هذا مخطط خارجي بمعنى القضية ليس فقط أن العقل العراقي يتدخل أنه لا بد أن نحذف قال ومتى تتفقون للمالك قال عندما نستطيع أن نتجاوز المخطط الخارجي أجل من صعب القضاء الحاج هذا العامري ماذا قال عن هذا قال هذه مؤامرة مؤامرة تم استدعاء أبلاث خارج لمرات عديدة وأسمعوها كلاما قاسيا انغلقت العملية السياسية استدعت كل الأبواب عادت لنا بلاس خارج مرة ثانية اقتقت بالحاج العامري ذهبت إلى الإقليم ذهبت إلى كل الكتل السياسية وبيدها صناعة حكومة جديدة وفقا لأهوائها ما أخذ وقتكم دكتور حضرتك أن ذلك المزيد فيما يخص الدور الأممي والمخطط الخارج وآخر التطورات بهذا الخصوص التحدث مع جنابك دكتور فقط أتحول لأستاذ مرتضى تيميمي يعني صحيح أستاذ مرتضى ممكن تسمية اللي نعيشه اليوم هو انسداد سياسي البعض يقول ليس بالانسداد السياسي نحن عندنا خيارات وعندنا مبادرات هل مبادرات تحمل نقاط من الحلول والخيارات للقوى السياسية إذن هو تعالوا سياسي وليس انسداد سياسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج وأشكركم أن أكون مع سيد الهاشمي ونضافة كبيرة نتعلم منه جميعنا وحتى بداية حديثه هو لخص مجمل ما يجري بهذه الدقيقتين اليوم كما قال سيد الهاشمي هو انسداد الانسداد يرافقه العناد والتعاند والتصلب والاستئثار بالرأي من قبل أطراف على حساب أطراف أخرى هذا التعاند قوبله بدراسة دقيقة من قبل الأطراف التي لا تريد للعراق أن يمضي بتشكيل حكومته وتريد للعراق أن وتريد إطالة عمر حكومة الكاظمي كل ما يجري اليوم أنا أراه من زاوية أخرى كل ما يجري هو في سبيل إطالة عمر حكومة الكاظمي وبالنهاية التعاند في الثلاث يوم نستفيد من وجود وبقاء السيد الكاظمي لأنه يعني أداة طلعة ينفذ بها كل ما يريد من المشاريع الغاء مشاريع نقل في المناصب الأمنية وحتى الأمارة بغير حق التي تذهب إلى أخوتنا الكرد في كرد سهلا تصل إلى جيوبهم بل تصل إلى الحاكمين وكذلك حتى الاتفاقات الإقليمية التي تفيد الغير أكثر ما تفيد العراق الاتفاق الثلاثي الذي مع المصر والأردن وبالنهاية سيذهب النفط إلى إسرائيل كل هذا المشهد لو نظرنا إليه بعين ثاق بل وجدنا أنه متفق عليه مسبقا كما قال السيد أن بلاس خارت لديها اليد في ذلك وأشر الأخوة ماذا صالحه اليوم بقاء السيد الكاظم؟ تحالف الثلاثي التحالف الثلاثي كقوة داخلية في العراق هذا يعني إذا كان إرادة التحالف الثلاثي ببقاء السيد الكاظمي هذا تماما يتماشى مع رأي المجتمع الدولي بحكومة الكاظمي يثنون على حكومة الكاظمي يثنون لأنها تمثل مصالحهم يعني أنا اليوم وبالتالي أحضر غيرها أنا اليوم بس خليني ألخص لك اليوم لنهب أن الكتلة الصدرية لم تحصل على 75 مقعد أو 76 حصلت قبل الكتلة الصدرية على 54 مقعد وخرجت التظاهرات وأرادت اليوم 75 مقعد والكتلة لا تطالب بشكل واضح ولا تعتصن بأن أريد أشكل حكومة غصباً مع اليوم لماذا؟ الجماعة مستفدين أنا أوجه رسالة الكنل في التحالف الثلاثي اليوم وعلى رأسهم الأجندة والأياد التي حركتهم وحركت ما حدث بالانتخابات ووضعت القانون وزورت الانتخابات وضغطت على المحكمة لتمرير وتصديق القانون وبعدها عادت لتهاجم المحكمة لأن المحكمة وضعت القوانين حتى تحافظ على السلم الأهلي كل هؤلاء مستفيدين من استمرار حكومة الكاظومية والمتحدة دول الخليجة التي بذلت أموال طائلة لتخرج لنا هذه التوليفة الحكومة البرلمانية غير المنطقية أصلاً وتخالف العقل وإلا 800 ألف صوت يحصل على 76 مقعد وأربعمائة ألف صوت يحصل على مقعدين هناك خلل في الموازين غير منطقي هناك أمور غير منطقية يعني تحالف قوة الدولة مقعدين أو ثلاث مقائد بأربعمائة ألف صوت والتيار الصدري بثمانمائة ألف صوت 76 مقعد يعني عرضية على أي شخص بالعالم إذن هناك إشكالات من وضع هذه التوليفة السياسية والمحرك الرئيسي بلاس خارت كما ذكر السيد هم مستفيدون من إطالة عمر حكومة الكاظومة التي من شأنها فعلاً أن تنفذ كل أجندات ولو رأينا التدهور الأمني الحاصل والسياسي والاقتصادي والسيادي الحاصل والمالي وكل ما أتى من تحت رأس تلك هذه الحكومة التي أوصلتنا إلى أن نجلس على هذه الطاولة ونتحدث في مشاكل هي أصلاً لا يجب أن نتحدث بها يعني عبرنا اليوم نحن في 2022 نعاني من الكهرباء نعاني من كتل تلغط على كتل حتى لا تسد الأموال إلى الجمهور الإسلامية حتى تعطينا الغاز يعني مشاكل اليوم هنا تصريح خطير من أنا قرأت هذا التصريح وترجمته من جمهور الإسلامية بأن كتل تيار بعينه يضغط على الحكومة العراقية بعد أن ذهب وزير الداخل العراقي كي لا يسمحوا للزوار الإيرانيين إلا بعدد 60 ألف زائر إلى أين وصلنا؟ يعني هذه التوليفة هي ما تريدها ما يريدها الغرب حقيقة ودوء الخليج بهذه الجزية تحاول لدكتور محمود الهاشمي ونتحدث عن الدور الأممي أو المخطط الخارجي فيما يخص الوضع الداخلي للعراق حطر أخيرا للسيدة بلاسخات في مجلس الأمن تحدثت بين الوضع في العراق بات لا يسكت عليه هكذا بهذه العبارة تحدثت فيما يخص التشكيل الحكومية والحراك السياسي الحاصل هناك اللقاء للسيدة بلاسخات مع سيد مقتدر الصدر هناك يذهب للنجف للقائه في الحنانة هل ما يجري اليوم المجتمع الدولي؟ هل دفعت الأطراف السياسية بالفعل المتخلقة من التدخل الدولي في العراق؟ دفعت المجتمع الدولي التدخل بهذا العناد الذي تمارسه؟ نحن قلتش هم صنعوا التجربة هم صنعوها بالشكل الذي نضطر فيه أن نذهب إلى الإرادة الخارج يعني طرح الإطار عدة مبادرات ودون أن يصغي لها أحد وكمن يقول أنك طرحت أو لم تطرح فأنت في المنطقة الميتة من العملية السياسية بعد رفض كل المبادرات كانت تعلم بلاس خارج هم يقرؤون المشهد غيروا السفير الأمريكي جيء بوجه آخر أكثر خطر طبعاً أولى وأكثر انسجاماً مع بلاس خارج أيضاً وكذلك السفارة البريطانية لها الدور فاعل في هذا المجال الآن التكتل الثلاثي أوقفنا على قدم واحد ليس لك خيار أنت تركت العملية السياسية وتركت نتائج الانتخابات ولم تشكل حكومة فلسنا بحاجة لا لك ولا لحكومة لإنطرح شكلها لدينا السيد كاظمي والحكومة منسجمة معنا ولدينا الآن الدولة العميقة الهيمنة الكاملة على الدولة العميقة ولدينا المنافذ ولدينا برنامج نطبقهم فالبرنامج منسجم مع المخطط الأمريكي ومع المخطط البريطاني وهؤلاء أيضاً مرتاحين إلى هذا النوع من البقاء السلطة لحكومة تصريف الأعمال المبادرات التي طرحها الدكتور رياد علاوي أو التي طرحها الآخر من طرحها يعني هم أكثر من مبادرة لحقيقة هي إنشاء أكثر مما هي حقائق على الأرض كل على الفلان على طبقة السياسيين أن يعملوا كذا وكذا وكذا طيب الطبقة السياسيين هم مختلفين التشترون الصفر اللي عندك أنت أمرهم سيدتي حتى أوجز المشاهد المشروع الذي صمنا قبل يعني مع التظاهرات تشرين أن يحكم المستقلون العراق سؤال غريب في وقتها عندما أنا طرحته كتبت عنوان مقال سيحكم المستقلون العراق عقول السيد يعني يتكلم في اللغة موجود مقال مات لماذا يحكم المستقلون العراق لأن هذه التجرمة موعد نصائرها فقط هو البرنامج الإرادات الدولية الجديد تسفيه النظم البرلمانية في العالم أنت الآن نظام البرلماني نظام يعتمد على أحزاب طيب أنت لما تمنيه بالمستقلين يعني حجي ما يعرف حجي يقاعد يما مستقل ماذا نظموا ذلك المستقلين نظمهم؟ كل مجموعة المستقلين هي مرجعية واحدة بس الأسماء والعناوين مختلفة هذه الوجبة خمسين دورة تشريعية المقبلة راح يصير عدد مسجل كلامي تمام عدد دورة تشريعية المقبلة راح يصيرون مية بعثة صورة مية وخمسين وإذا مجلس النواب مجموعة من المستقلين لا يعرف أحدهم الآخر على قلب الإشكالية الحالية دور المستقلين يقدر دور يعني هم الشرع حتى معدهم قدر على هم راح ينسوا الدليل على ذلك حتى أنا من كتب قاله التفعوة تنبيت به الدليل الآن أفضل مبادرة هي مبادرة المستقلين الإطار أعجب بها التيار سبق أن طرح موضوع رؤوجة نظرة بالمستقلين الأخوان الكراد يعني النظام الحزب الديموقراطي الكردستاني ما كان منزعج من عتد فاعل مع الوفد الأخير للمستقلين الذهبو طيب لماذا لم يأخذ بالمبادرة تسا تجيش بلاس خارط في اجتماعاتها مع الجميع مع الحاج الحاج العامري ومع الأخوان الإقليم أيضا وكذلك راح تطرح نفس الموضوع مع سيد مقتدسة بالحنانة أنه يجب أن يحكم المستقلون العراق فإن المستقلون بوسط المستقلين وين اليوم؟ مهما كان العنوان يعني نتضح أنه بوسط المستقلين نحو الإطار متوجهة ما كوش هذا إحنا دعمناهم لأنه كوالحل ماكو واحد يطرح أنا عندي 13 كتلة واي من سجمة والآخر أيضا عندما أخذ 73 مقعد 74 مقعد وأجي أقبل بالمستقل أن يحكمني شوف شوى شل من مشروع المستقلين أولا رئيس المزراء من عثم تهل قضية هو رئيس مزراء من حصة الشيعة ليش من عثم؟ طب هم المستقلين فقط يعني كما وصفهم السيد مقتل الصدر هم للإعانة لا يخلون دور الرئيس اليوم لا في المفاوضاتنا في تشكيلة الحكومية لا يخلون ما تقبل بلاس خارط ما يعجبك أبقى ما يعجبك أبقى جابة مشروع متكامل يجب أن يحكم المستقلون تهل موضوع هو مونيز روحة هو مسروع دولي مبناء كانوا بها مستقلين لا ماء بها هاي دورة التشريعية الأخيرة أيضاً صعدة والمستقل وراح يجبون نفس البرنامج وكذلك في الدول الأخرى قيس سعيد في تونس لش وشين كان زعب عزب لا إلى علاقة أصلاً شخصية غانوة ما حاجة عرفها بالقانون الآن يجب أن يحكم يجب أن يحكم هكذا النظام لماذا يجب أن تسفه هذه الدول إحنا إذا حكمنا المستقلين وحاجي ما يعرف حاجي إش لول راح نجير العملية السياسية وإن المشكلة لا حصير أنت الآن موجود مستقل بالبرنامج وراح يجيب رئيس وزراء هذا رئيس وزراء راح يجيبه ما هو الغطاء السياسي طيب أنت شيء أول خسراني أولاً راح يجيون مستقل هم يجيبون وهم راح يهمنون على الرقابية وكذا ويدرون السلطة طيب إحنا على شين أخذنا العد ركضنا وإحنا الانتخابات بس أنت حذت على المدى البعيد لا على القريب قول السيد راح قالها وقالها بالبرنامج هو الخطة ما قال لا أصخرت هاي وش قلت تأثيرها بهذه الدورة بهذه الدورة الحالية قد تكون في هذه الدورة به نوع من الشكلية لكنه في الدورات المقبلة أيضاً راح تكون بقى سيدتي هل إحنا يعني كإطار كإطار شيعي كمقاومة راح نبقى الراوح المكانة وتأخذنا الغفلة كما أخذتنا في تشرين أبناءنا طلعوا علينا ميبوتهم هم لا يدروا لي بقى إلى أيهاد راح يعاجل هاي التظاهرات الجاية شو ننظر لها الآن الدورات بالسليمانية واربيا القائمة على قدم المساق شكوا مرة أرملة شكوا مرة ظالم طلق شكوا وحدة ظالم قاعدة ما دقول بيامقها يجيبون بها السيارات تنقل لسليمانية وعلى بتمكين المرأة تمكين المرأة ما تمكينها حتى تتمرد على قوانين المجتمع وراح يكون انهلنا الرائدات بالتظاهرات وذيني راح ي النواب يخفصنه أمرأة لا تقار ترش عليها مين لا تقار تسعي بها بالتظاهرة والقوات الأمنية وجرباشكم وعرفكم وكل مرة يعرضون البوجي وإحنا غافلين ما نعرف ما يدور حولنا تمام أستاذ مرتضى يعني أكتب اسم الدكتور محمود مفردة الغفلة التي تعيشها القوة السياسية الحالية وما اليوم بانتظار على الأقل مبادرة من الأمم المتحدة اليوم تفرض ربما على العراق لنجات حل للإشكالية السياسية الحالية إلى أمدى ممكن بالفعل وننتظر مبادرات أخرى بالمناسبة ربما سيد برزاني سيطرح مبادرة لا تعرف يعني فقرات هذه للمبادرة أو بنودها لكن احنا أيضا هناك تخوف من مبادرة من قبل الممتحدة بعد الإحاطة التي طرحتها سيدة بلاس خارت إلى أي مدى ممكن أن تكون هناك مبادرة تفرض على القوى السياسية من الخارج كل ما يحصل اليوم سيدة الكريمة هو مفروض على القوى السياسية إلا في قوى واتفقت مع من فرض هذه الإرادات حتى تكون يكون المشهد السياسي الشائك إلى هذه الحد حتى نصل إلى موضوع الغفلة الذي تكلم به السيد محمود ونصل إلى هذه اللحظة والغفلة هي المهيمة على القيادات عفوا الشيعية لأنها لا تضم مستشارين ينظرون إلى المشهد من خارج القوقعة كلهم ينظرون داخل القوقعة ويسمعون أي قاعد أو زعيم سياسي ما يريد أن يسمعه ولا يسمع الحقيقة ويبعدون كل الذين من شأنهم أن يفهموا أو يسلكوا هذا الدرب والمواصيل حتى تتفق القوى اليوم ما يحصل من مشكلة كبيرة هو لا توجد شخصيات تحمل توليفة مناسبة حتى تجمع الأطراف الشيعية على الأقل اليوم أنا وسائل الرابط بيني وبين التيار الصدري مفقودة لماذا؟ لأنني لم أقدم الشخصية التي ترتضيها التيار الصدري والتيار الصدري أيضاً لم يقدم لي الشخصية التي أرتضيها يعني أقبل أن أجلس معها كل شخصياتنا لديهم خلافات اليوم والمتصدرين للمشهد والمتحدثين باسم الإطار وغيرهم كلهم عندهم خلافات طيب لماذا لا أستعين اليوم بأشخاص يمثلون هذا الخط ويمثلون هذا الخط ويجلسون على طاولة حوار مفتوحة بدون أن أنظر إلى عدو عفواً يعني من هذا الكلام لكن هذا ما يحصل اليوم والأخوة بالتيار الصدري لديهم مشاكل ماذا يحصل؟ يجب أن أفرس شخصيات من هذا ومن ذلك ومن الإطار ومن الفتح ومن غيرهم حتى أجلس توليفة جديدة وجوه شاباً ومن ثوار شبه معدون معدون تماماً نحن وصلنا إلى موضوع العدم نحن وصلنا إلى موضوع لا تكلم عن نفسي لكن المشهد السياسي وهذا ما تريده بأسخارة والممتحدة وهذا ما يريده الطرفان في التحالف الثلاثي لماذا فقط البيت الشيع لا يحق له هو أن يشكل يأخذ استحقاقه لماذا البيت السني يأخذ استحقاقه فوراً والبيت الكردي بلحظة بنهاي رئيس جمهورية منهم وهم حسبياً مو أكثر يعني ممكن ثلاثة لكن خلاص راح يتم اتفاقات وكل ما يجري من تعنوة برازاني بتسمية الأسماء لشغل مناصب مناصب رئيس جمهورية وليد كاركوك كل ما يحدث هو يرفع بسقف المطالب حتى تحصل على كاركوك التي فعلاً هي إذا ما أرادت أن تنظر إلى الكرد ستذهب إلى جماعة الاتحاد لذلك كل ما يحدث هو وصولاً إلى لوزان اتفاقية لوزان والاحتلال التركي والوعود التركي للسيد برازاني بحكم الذاتي لمئة عام كل هذا أخطر مما يجري واخطر حتى من تشكيل الحكومة لذلك هي دعوة اليوم لكل هذه الأطراف اليوم تحدى شريك بها خليد شريك بها الأردن ومصر وغيرها كلها تشريك لأنها تصبوا مصلحة إسرائيل والكل يسير بمسير بخطة تطبيع بخطة واثقة وثابتة وتحت حماية دولية ومنها تحميهم تركيا تحميهم مصر الخليج بأموال إسرائيل وأمريكا والمتحدة وياك لذلك نحن للأسف الحلقة العضاف حتى السيد المقتدل يوم هو الحلقة العضاف لكن هو طعم وخيفة سحبة من البيت الشيعي كما قال السيد محمود سحبة كي يضاعف البيت الشيعي وبعدين يرمى به وإلا أنا لا أثق اليوم بمن يفخخني ويقتلني على طيلة هاتفين أنا لا أثق بمن يجلب الإسرائيلي والصهيوني ويجعله يدخنه للعراق ومنه يهاجم الحليفة الجمهورة الإسلامية التي ساندتنا في الوقوف وضع أكثر من هذه المساندة ووضعت كل شيء أمام العراق وأعطت رجلها الثاني ليستشهد بالعراق خذ وتل العراقين أنا لا أثق بهؤلاء أنا باليوم أجلس وأثق يجب أن أفهم أوصل هذه الرسالة إلى تيار الصدري إلى بقية حتى المستقلين الشيعر اليوم أنتم الحلقة الأضعف أيها الأخوة اليوم أنتم الحلقة الأضعف انظروا جيداً إلى ما يجري انظروا إلى حجم المؤامرة من خارج القوقعة خارج القوقعة الحزبية خارج البرلمان انظر إلى الأمر بعين أوسع هذه العين السقرة الذي يسموها انظر إلى الأمر من الأعلى انظر ماذا يجري لماذا نحن اليوم الحلقة الأضعف ونحن نمثل أغلبية لماذا نحارب بالكهرباء لا توجد أموال حتى تحاربون بالكهرباء لا أموال فأض لاصل أدنى 94 تريليون هذا تقرير المالية يعني تقرير من عندي ليش ما أسد سبعة من هنأطيهن لإيران وأنهي موضوعا ليش من يمنع لازم أشخص الأمور فيما يخص الدور الإقليمي اليوم عندما تحدثنا عن دور إيران في الشكالية السياسية الأخيرة التشكيل الحكومية يعني لا يظهر لإيران هذه المرة أي والله ست زينة إيران ابتلت صراحة تدعم هذا وتبتلي تدعم التيار الصدري تيحشون عليها تدعم السنة توقف مع العراق تمنع من سقوط بغداد والعراق تقدم كل ما لديها وما أحد راضي عليها يقدم الخامنين البارحة مصادر خاصة واخذوها من عندي آمار الجمهورية الإسلامية بأن تجهز العراق بشهرين من الغاز مجانا حتى وإن لم يدفعوا يعني كل هذا سواء إيران وإيران تشتم وإيران تقتل وإيران اليوم هناك تحرك حتى يمنع الزائر الإيراني من التوجه إلى زيارة الأربعين وإيران ماذا تفعل إيران؟ كل شي قدمت للعراق جاء السيد الكاظمي برغم ما نعلم عن السيد الكاظمي لكن استقبله الإمام الخامنين وخير استقبال ودعم أيضا واحترم لأنه رئيس وزراء العراقي حتى موضوع الفيلم والمسرحية الطائرة المسيارة الصغيرة التي قصفت بيت الكاظمي أول من أدانها هي الجمهورية الإسلامية لم تتدخر بالسيادة العراقية لم تتدخر بالانتخابات كل شي فعلت حتى يقف العراقية يكون قوية حتى تسندها لكن الخلل بنا خلل بنا احنا مشتتين لو كان لدينا صوت شيعي واحد واقف حقيقة متحد أذهب أنبض الخلافات أجل السويتن هي رسالة لسيد مقتدع إلى الأخوة بالإطار إلى حتى المستقلين انظروا جيدا إما المشد من خارج القوقعة اتركوا المصالح بالنهاية أنا مصلحتي ومصلحتك تشترك بها كثير من المشتركات لماذا أركز على هذا الاختلاف البسيط دكتورة محمود يعني إذا ما انتفقنا أن هناك مخطط خارج لتغيير السياسة خارطة سياسية في العراق بدءا من تضاغرة التشرين مثل ما ذكرت جنابك اليوم إذا ما كانت هناك مبادرة من قبل الأمم المتحدة لحل الإشكالية السياسية الحاصلة في العراق هل تعاد هذه المبادرة أول حضرتك شوك بالمبادرة وماذا تضمن هذه المبادرة وهل تعتبر هذه الخطوة الأولى لتنفيذ المخطط الخارجي في العراق في تغيير الخارطة السياسية أنا أسلفت لك بأن المشروع وعده ونظم إلى نتائج الانتخابات حتى الجهاز اللي جابوه جهاز الاستلام جابتها بحضن هفلاس خارط وإجت من أمم المتحدة وأكبر عدد من المنظفية من المنظفية الأمم المتحدة شاركوا بهذه الانتخابات الأخيرة إلى أن وضعوا النتائج بهذا الشكل اللي يوضع النتائج مو شخصية عادية قعدة لجانب لها ثقافة كبيرة بالشعب العراقي وبالوضع السياسي بالعراق وضعوه بالشكل اللي أنت غصباً عليك لكن كانت معالجات سياسية يعني قبل كثيرة من أو كبيرة أيضاً من الأطراف السياسية بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفوق يعني صالح الجميع أو معالجات وإن كانت نتائج الانتخابات غير مرضية وهناك ما اعتراض عليها لكن بالأخير الأطراف السياسية يعني تعاملت مع هذه النتائج على الأقل يعني استبعاد الخاسر الأكبر يعني أو على الأقل ماكو خاسر أكبر بهذه النتائج سيدتي ماذا وصلنا لهذه المرحلة أنه حتى القوى السياسية أصبح العذا يأس واليوم إحنا يعني التخوف اللي كنا نخشى لتدخل الأممي وصلنا لهذه المرحلة لا أقول قبل ما بديت كلامي هذا يعني من النتيجة هم عديها أن تغلق كل أباب وإحنا نروح لهم نسألهم هم نحضروا الورقة مثل ما حضروا لتظاهرها التشريم شقدر فترة طويلة هاي كذلك نحضروا مرقة مكتوبة مرح تجوني أنتم إحنا ما خللنا كلمة ما نعطنا بيها بلاس خارث لا العجوز الشمطاء مصطلحات ثقيلة عليها وقاسية كلها تحملتها يابا أرسلنا رسالة إلى الممتحدة إحنا هاي مردها جابوها غصبا عني قال ليش عتثقافة عن العراق كاملة طيب وجابوها خلص سفيرة مو بعيدة من الكويت قاريتنا فالآن أعدوا لك هذا المشروع بحيث أنت ما عندك خيار إما أن تتقبله أو تذهب للخيار الثاني ما هو الخيار الثاني أن تبقى الحكومة حكومة تصريف الأعمال وجماعة منعين بها يشتمون على الحكومة الاتحادية يشتمون على القضاء يحكمنا سرمد الطائي يجع علينا ضمد غير ضمد مهند نعيم يحكمنا يعني العراقية أصبحت لهم يعني أصبحت النقطة وين لو عين إطالة أمد الإنسلاد السياسي يصب لصالح من هذا السؤال هس نرجع إلى مصالحنا خلال فترة الخلاف من الانتخابات إلى الآن أو حتى قبلها الخطاب الإعلامي للتيار والخطاب الإعلامي للإطار في أعلى مرحلة من الخلاف يومياً تقرأ عشرات عوت لم أقل المئات من الإخبار بالضب من التيار أي شخصية بالتيار يتحرك حركة أكو توجيه إعلامي عليها تفصيلياً كلمة السيد مقتدع عليها لا من الشيعة ولا من الشيعة ناس قاعدة بالنص علمانية لا شغل لا عمل لعدهم يحركون بالمقابل أي حركة لأي مسؤول بالإطار مرصودة أخير شي وصل أنه صدرون قوائم بقيادات الحشد وين سكنهم وين قاعدين وين قد عمارهم من زوجين وين زوجين خافتني تقتلوهم ذون موجودين بالمقابل قيادات سرايا السلام من يكتب عنهم وعن عنوينهم وعن وجودهم من الخاسر في هذه المعركة أخوان متعاركين كان سرهم واحد ومعورهم واحد وغربتهم وحدة الأخ من يختلف فيه أخو من يخلي كلمة سرقاسي دائماً هذا معروف الأخ من يختلف فيه أخو الآن من الرابح في هذه المعركة الإعلامية أنتم خسرتت وحتى القوى الكردية خلال هذه المرحلة القوى الكردية أسرار عرفنا عن أربيين عمرنا كلما نعرفها وأسرار عرفنا عن السليمانية عمرنا كلما نعرفها ما هو السبب هو الخلاف من الذي أشعل هذا الخلاف قطعاً جهات خارجية كلما أطول أمد الخلاف كلما حتى بعد أخو أنت ما خلت كلمة ما قلتها على أخوك بعد حتى ما يدروا بعد يمك هم استفادوا من هم هؤلاء هم السر المدطائي وهم محسين وهم غير محسين وهم العلمانيين هم غير العلمانيين والتي توجهاتهم أمريكي هم هؤلاء الآن في المنطقة الوسط والقوى السياسية تعي ذلك إذا ما تحدثنا عن قوى السياسية الشيعية لو تعي لو تعي يا سيدتي وهناك تحذيرات من قبل الإطار بأن هناك ربما الأمور تذهب إلى وستنقع من الدم هذه تحذيرات تحذيرات خطيرة جداً كيف ممكن طلعت هذه التحذيرات؟ أحسنتي الآن وأنا كتبت في المقال يمكن قرار اليوم ما أعرف ما قرأ أستاذ مرتضى إذا استمر هذا الخلاف أتوقع أني أكون جهة شيء سأصدر قرار بعدم المشاركة في مسيرة الـ 43 حتى تكفر من يشارك به بدأينا نصعد الكيرغمانا بدأي يصعد فوق هذا الانفصال الاجتماعي خطير جداً يعني أنا أقاتل خصمي بأي مسئلة اللي كانت حتى لو أطلع دور عن ديني هذا شنو اللي خلاها أصير هل قد الفجوة بدأت تكبر هذي الفجوة كل ما تكبر أكثر لابد أن يعي الآخر أنه آمن إن اختلفت ويأخويا ما هو الرابح في هذه المعادلة يعني ذلك قاعدين بمصر يقولنا نحن نضحك عليكم هم يقولوه عليهم يقولنا نحن قاعدين حتى نضحك عليكم أولاً راتوني زراء ستروح من عندنا كطائفة وعنا أغلبية والجماعة ما عدتهم مشكلة بالموضوع كل من ينتظر قرار خارجي حتى يضغط عليه أما الجمهورية الإسلامية جمهورية الإسلامية خواه مو تريد أنت ما باني بيت نهائياً قاعد ها شو تريد والله يريد أبني لي بيت أقولك لا مو يج أبني بيت وأصل للبتلو ها وهنا ساعدك خواه ما أنا أجي أجيك أعرفك بأبجديات البناء حتى أبني لك مدرسة أبني لك مدرسة وأصل للبتلو وأنا أكملك إياها ما يصير دولة تساعدك في كل شيء الآن المخطط اللي أورد السيد مرتضى تبيني أستاذ مرتضى شوف مهم ماذا قال قال أنه السيد القائد الخامنعي ممكن أن يدفع لنا الشهرين الخطة شو تقولي الآن تقول أنتوا لن دفعون إلى إيران البنحة من أنتوا لدينا جاين وزراء خارجية مصر والأردم شو يقولون لدينا جاين تقول حزورة جايتهم يجتمع الملكة عبدالله ويا السيسي وما نفتهم شوكوا يا بس يحر عندك سونا نفتهم ونجي تتم ورئيس وزراء العراق يطلعون عشون يشاء ويرجعون وحدة من جمال مالهم الربط الكهربائي تربطوية وين البيان عاموت البيان دنقة أولين الأوربن يا سيدتي تعاين الكهرباء هي تأخذ كهرباء من مصر خوش بين وبيان مصر بالطائرة ساعة يعني إيران خصم مطلعون على إيران يكتلكم الجوع ماكو كهرباء يعجبك تأخذ من مثل مبنى يعجبك تأخذ عيب ما عجبك تزكت هذا الأردن وراح يمدون منا إلى مصر مصر هي تريد طاقة الآن ليشعدها مشاريع كثيرة بلد الآن نص ساكن نص المقابر وبالعشوائيات وصار 12 مليار 15 مليار مطلوبة للبنك الدولي الآن أنا أروح لأطلب من عندك كهرباء والكهرباء بينهم صاحبي بخاصة هنا عندي 1400 كيلة حدودية شنو هاي معناها شكعتكم قاعدت بارحو سراء الخارجي حمارتها أولا لا قالوا راح نيجي لا أبلغوني لا إحنا بالإعلام نذرع نحن عكس من ذلك هناك إشادة يعني من قوى خارجية بهذه الاتفاق نحن أمريكا كيف أهن وسهلا وبارك الله بهم وإحنا نريد أن نروح للتطبيع وإحنا نروح للتطبيع وحتى وصلت يعني حكومة الكاظمية يعني أفضل الحكومات بالتعامل مع يعني الملفات الخارجية وتعامل مع الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وأفضل واحد عندهم بالعالم هو السيسي روح المصر الآن شاء الله أصحي لكم فرصة ستعد من تطبيع لا كل يوم وروح المصر إذا يقعدوكم من كازينو يأخذون منك مبلغ زائد من مصر ليش لين هاي القوان وطبين عليه شحادين ما بدل ستطلع ما بدل ستطلع برها أستاذ مرتضى يعني إذا نتحدث عن حكومة تصريف الأعمال عن الحكومة الحالية وجنبك حدثت يعني اليوم من يدفع بالإنسان الإنسان السياسي أو عدم إيجاد الحلول أو عدم مشاركة في إيجاد الحلول هو من يرغب ببقاء الحكومة الحالية إذا نحن شو تبقى عندنا حكومة حالية وأساسا إحنا عدنا انتخابات وانتخابات أفرزت البرلمان يعني شو نتعامل البرلمان جديد مع رئاسات يعني وتجديد للرئاسات الرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية دستوريا قانونيا كيف يمكن التعامل مع هكذا حاليا أنت ملاحظة شيء سيد زينب أن نفس الحكومة هاية هي نفسه من بعد تغيير حكومة السيد العادل عبد المهدي إلى هاللحظة رئيس الجمهوري يمن سيد برهم صالح رئيس الوزراء الكاظمي بس حكومة تصريف أعمال على الأقل لكن اسمها حكومة تصريف أعمال لكن هي صرفت الأعمال أم ذهبت لإبرام اتفاقيات وعينت ونقلت ونقضت قوانين ورفعت والميزانيات والموازنات والنفط اليوم فائض المالي ما للنفط نحن نقدر بدون الوجوع إلى قانو الأمن الغذائي نكمل بكل شيء كل هذا ونحن نسميها حكومة تصريف أعمال لا هاي مو حكومة تصريف أعمال هاي حكومة تمتلك دعم وشرعية دولية وظل منطق الكل يدعم هاي الحكومة لأنها يعني تفيد وتنفذ ما يريد الغرب ما تريد أمريكا التي انكسرت في منطقة الشرق الأوسط خصوصا بعد معركة سيف القدس أمريكا انكفاء قوي في منطقة غرب آسيا يعني كثيرا خصوصا ما يفعله الأخوة أنصار الله حزب الله سوريا غيرها ما يحدث في روسيا وأكرانيا أمريكا تراجع مخيف لذلك هذا طوق النجاة للحكومة الأمريكية أن تضغط وأن تلعب بالأمم المتحدة وأن تقوي تكبر صلاحيات بلاس خارت وأن تأتي بالسفيرة من الكويت هذه السفيرة مشاكلها كثيرا وسنشهد مشاكل أكثر ونترحم على السفيرة السادقة وأن تتكبر هذه الشكل ليش البرلمان اليوم لا يستطيع أن يراقب عمل الحكومة تحدثنا يعني بمراكب الحكومة اللجان اللجان لا يستطيع حتى اللجان أن يراقب عمل الحكومة سيد زينب من هم اللجان اليوم؟ هم أغلب اللجان الموجودة هي من التحالف الثلاثي لأن تم استبعاث من اللجان يتراقب إذا لم يأخذوا اللجان اللجان أيضا متماهية مع المشروع كله ليش؟ لأن هذا من التحالف الثلاثي وإضافة بعض المستقل الذين بدوا ينسحبون من اللجان لمعرفتهم بأن اللجان ستحمل إشكاليات كبيرة وما إذا كان اللجان هو قانونيا البرغمان لا يستطيع محاسبة حكومة تصريف العلماء أو راقبة عملهم؟ حتى لا يستطيع اليوم أنت من يراقب غير اللجان اللجنة القانونية تراقب اللجنة المالية تراقب إذا كان اللجان مين هو الحكومة؟ إذا كان يتجارب التوريفة كلها وخالها لتخدم هذه الحكومة بالنهاية تخدم المصالح ما تحدث به أهم موضوع والحرب القادمة هي حرب الطاقة والمراد بها يستخدام الشارع العراقي لتمرير كل الاتفاقيات وتمرير حتى الأسماء التي يريدها التيار وغير التيار سطون طاقة لذلك حرب نحن اليوم عدنا مشكلة حتى موضوع التراب والجو والطاقس كل هذا سيوظف حتى موضوع المياه المياه تركيا العراق كلها من تركيا وتعاجم إيران تركيا تحتل جزء كبير من الشمال وخلال سنة ونصر تحتل الشمال كلها ونيناو وسهل نيناو وما حد راح يحتي الوطنية هنا تختفي عن الذين يدعون بالوطنية وحدة الأراف العراقية كل هذا يصير يخدم هذه اللجان أسسات ورفعت الأسماء حتى تخدم المشروع كل ما يجري يوم يخدم المشروع حتى أمريكا تغطي على انكسارها بمنطقة الشرق الأوسط الكبيرة خصوصا بعد الانتصارات المتتالية قوات الحجد الشعبي قوات العراقية بكل مسميها احترم الجميع طبعا انتصارهم على داعش وقفة الجمهورة الإسلامية الجادة أمام الموضوع النووي وصبر الجمهورة الإسلامية ويعني توليدها وصلوا إلى تقريبا تقدر تقول تسعين بالمئة من إطلاق النووية وهذا شيء مخيف وحتى الرسالة التي ظهرت بالأمس من علماء ومراجع الشيعة بأن أوصلوا رسالتهم إلى الإمام الخامن أن اسحب فتوك عن تحريم صناعة القنبلة النووية كل هذه الرسائل أمريكا شو تسوي لازم تشوفها طوق نجاة أفضل منها الطوق ما رح تلقى خصوصا هذا الطوق يحمل أسماء شيعية بارزة أسماء شيعية بارزة وسنية وكردية ولديها القدرة والسلاح وهي تملك الدولة العميقة بالعراق ما تبقى من الوقت معك دكتور محمود وباختصار لأن الشر المخرج يقول ختام يعني طالت أمد تشكيل الحكومة البعض يراها أمر طبيعي لأنه بدورات سابقة وصلنا إلى 9 تشهر مشكلت الحكومة ما هو وقت نوصل يعني مرحلة المرحلة الحريجة ودخل اليوم الشارع ويأخذ دورها والله أنا أقول يا أخوان الآن يجب أن تنجلوا إلى الميدان إذا ما نزلتوا إلى الميدان فإن خصمكم سيبتلعكم خصمكم كيف؟ أنتوا إلى الآن مكاتبكم بالجنوب والوسط ما عمرتوها شلون راح تعملوا البلد خصمكم دخل لبيوتكم خصمكم دخل إلى شبابكم المخدرات صارت يقول 55% من الشباب يتعاطم بالمخدرات شلون راح تديرون بلدكم وأنتم الآن في شيء من الغيبوبة دكتور محمود دالهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسة شكرا جزيلا لك أستاذ مرتضى تيميمي الكاتب والصحفي شكرا لحضرك معنا شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم